مرحبا من الجميع النهاردة بنتكلم متى تضع انثى الضرة البيض احنا بنتكلم على الضرة بجميع انواعها طبعا يا جماعة احنا لازم ان نفرق بين الضرة في الطبيعة وبين بابغاء الضرة لما بيكون في الاسر يعني بيكون في القفص لان طبعا الضرة ملتزمة جدا بموسم الانتاج طبعا انا بتكلم على الضرة المطوقة بكل انواعها يعني ايا كان نوعها سواء افريقي او امريكي او لاتين ايا كان نوعها فالضرة في الطبيعة ملتزمة جدا بموسم الانتاج وموسم الانتاج ده بيكون في آخر الشتاء وبيكون في الربيع موسم الانتاج بيكون في الربيع يعني مثلا نقول مثلا من شهر 3 مثلا لآخر شهر 6 ده موسم التزاوج بيكون في الطبيعة لكن لما بيكون الضرة لما بيكون ببغاء الضرة في القفص يعني في الأسر فهو لا يلتزم بموسم الانتاج يعني ده يعني في الغالب انه لا يلتزم بموسم الانتاج. يعني ممكن يبض في الشتب. ممكن يبض في الخريف. ممكن يبض في شهر 11 او في شهر 12. يعني اتلاحظ كده حتى اه ان في بعض الناس عندهم الضرة باضت في شهر 11 او في شهر 12. اه بدأت تستعد لوضع البيض. اه يعني الضرة في الافص لا تلتزم بموسم الانتاج. وغالبا جميع الباب اه موسم انتاجها بيكون في الربيع. وده بيكون افضل وقت يعني في في التزاوج. طبعا واحد بقى يقول لي اه يعني الضرة عندي مسلا من السنة اللي فاتت وما بضيتش. طبعا الضرة ممكن ما تبضش لاسباب تانية. يعني ممكن بسبب ان انت لسه شريحة مسلا شريحة في موسم الانتاج. اه او بسبب عدم وجود دوالف بينها وبين الذكر. اه فدي يعني ايه? اه اسباب كتيرة ممكن تؤدي الى عدم وضع الانثى للبيض. ما تنساش تدعم القناة بالاعجاب والاشتراك. اتمنى تكونوا استفدتم معي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.